فيما يتعلق بالوديعة الأخيرة أو المنحة هي ليست منحة هي وديعة ستساعد لا شك ولو إلى حد يعني ما ليس بلا يتواكب مع تطلعات أو طموحات لماء يعني سينتج عنها قصدك وديعة دخلت للبنك المركزي على اعتبار وديعة فقط تحت هذا العنوان أم أنا حسب ما قرأت وتابعت أيضا حتى سفير السعودي هناك هناك مساعدات وهناك لها موجهات لدعم العملة الوطنية الأرقام عندما تتحدث عن الأرقام تكون متفاوضة هناك ما شق منها قد يكون مساعدات شق منها ما يقوم بإنفاقها مباشرة من كل المراكز المتقصصة أو المؤسسات السعودية المتقصصة في يونب الخدمات وشق منها ما يتعلق بعملية المحافظة على استقرار أنا أقول وليس خفض استقرار العملة الوطنية التي هي يعني الأساس في عملية تقييم لارتفاع الأسعار من عدمها الدولار هو السلعة الأساسية الدولار أو النقول العملة الصعبة الهارد كرنسي هذه هي أداة الشراء نحن نستبشر خيرا بالتأكيد أنه ستكون هناك في متطلبات لصرف هذه أو للتحكم أو التصرف بهذه المنحة وهي أيضا جزء من منحة أيضا تبرعت بها دولة الإمارات العربية المتحدة لا أدري إذا كان الأمر جامدا في هذه المرحلة لو أنها واكبت هذه المنحة السعودية سيكون الواقع أو الأثر أكثر إيجابا وأكثر فعالية تقصد لو تزامنت مساعدة أخرى إماراتية مع المساعدة السعودية كان سيكون أثره على الواقع أكبر وأفضل أضف إلى هذا عندما نتكلم عن العملة الأساسية للشراء التي هي أداة الشراء الأساسية العملة الصعبة العملة الأجنبية بعد ضرب الموانئ أو منصات التصدير للبترول والغاز للنفط والغاز هذا جمت تماما لم يعد للدولة من داخل سواء العوائد التي تدرها عليها مثلا المنافذ والضرائب الجمهورية وما إلى ذلك وبعض نشاطات نحاول أن نفعلها ونحاول أن ندعم استمراريتها من ناحية نقول الأسماك نحن نصدر الأسماك إلى دول الأوروبا في نظام الريكس وأيضا بعض المنتجات من حين إلى آخر تم تصديرها منتجات قد تكون ليست بذلك الحجم وليس بذلك الريع المطلوبة ولكنها تشكل رمزية تشكل نفس الإبقاء أن هناك صادرات يمنية ويمكنها أن تصل إلى الأسواق العالمية